شايفت تخطيط إزاي الناد للأهل ابتداه من حوالي ما يكره من شهر بعد خلاص مع بطولة الدوري وشفنا تحكيم اللي عمله في بطولة الدوري مفروض أنت النهاردة في بطولة الدوري في الأمطار الأخيرة مفروض يبقى كله بيشتغل وبيدي أفضل حاجة تحكيم شفناه في مباراة المأولين شفناه في مباراة البنك الأهلي شفناه في مباراة فاركو قبل أن نروح للتحكيم شفت إزاي الناد للأهل بدأ تخطيطه للموسم القادم بإراحة اللعيبة الكبار أو اللعيبة الأساسية اللي بقى لها ثلاث سنين اللعيبة ما رايحيتش سواء مع الناد الأهلي أو متخب مصد ودائما في الكرة بيكون فيه قوام أساسي اللعيبة رات شفت التخطيط ده إزاي وبدأ الدفع بلعبين النشئين أنا أقول حاجة هو كان قرار حكيم جدا يعني مجل صورة الناد للأهل درب عصرون بحجر واحد يعني أنه رايح لعبية الكبار بعد مجهود ثلاث سنين بنشكرهم جدا على عملوه في ثلاث سنين ده بجد يعني يعني اتنين دورة بطال أفريقيا ووصلوا فينال البطولة التالتة على التوالي واتنين صبر أفريقي واتنين برونزيكا سعلم بجد يعني ده إنجاز غير مسبوك وبنشكرهم جدا عليهم يعني بجد رابتي نادي الأهلي آه يعني أخصرنا دوري لكن ده أمر طبيعي جدا لكن بنشكرهم لأنه اللي أقدموه أكتر بكتير من خسارة بطولة دوري يعني أنا بقول لك حالك يا بطولة دوري مهمة لكن إحنا عملنا ما هو أهم من بطولة دوري أنت حالك بتتكلم دوات على إن النادي الأهلي واحد يمكن إنبارح كان فيه تقرير بالصدفة عملوا مؤرخ كورة إنجليزية كبير جدا اسمه ديفيد كابل تقريبا كان بيتكلم على أعظم عظماء دوريات في بلادهم يعني بيقول لك إيه أقصر أندية في الفازة بدور في بلادها يعني فكان بيتكلم على مفرقات كبيرة جدا فبيقول لك يعني القائمة دي عمل فيها عشر أندية الأهلي كان الثامن وقال نادي الأهلي تراجع مركز الأهلي كان ترتيبه السابع لحد سنة 2020 ولما خصت دوري سنتين وراء بعض في نادي أولمبيا تقريبا برجوي طلع مع خد نفس على البطولة أو زاد على نادي الأهلي بطولة خد ثلاث بطولات دوري فأنا تقرير ده أسعدني جدا جدا وبعد كده يتكلم أن النادي الأهلي مش بس من الثامن في قائمة الوظماء العشرة لأ ده النادي الأهلي هو أول للوظماء أنت لما تكلم عن نادي الأهلي في الأرقام القياسية في مشاركاته في كأس العالم للأندية لا أكبر نادي في عدد المشاركة هو ركز على الوقت حمومة جدا دي النسمة تلحظها قالك النادي الأهلي هو أكثر نادي في العالم خد بطولة دوري في بلاده فأقل بساحة زمنية يعني أنت بتكلم على أن الأهلي خدد دوري في دوري المصري 22 مرة من 64 نسخة وقيمة الدوري المصري بدأت 48 مقارنة مثلا بفريزة سيلتك مثلا اللي هو المتصدر الدوري في بلاده وقاله 120 سنة يعني قبلنا ب50 سنة فدي المفارقات يعني أشان كيرا بيقول لكن آه ممكن يكون جلاس كولينجرز واخد الدوري 55 مرة بس على مدار كام على مدار 150 سنة لكن النادي الأهلي واخد 22 مرة في كام في 64 نسخة بس وقاعد يتكلم عليهم والحمد لله يعني كان تقرير رائع جدا جدا وأن النادي هتفوق على أندية كبيرة زي بنفيكا وآيكس وريال مدريد وبرشلونة ومنشستر ونادي ده حاجة أسألتنا جدا والتقرير ده أتمنى أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن الناس تهتم بيه وأتمنى من الإعلام المصري أنه يبرز التقرير ده بشكل جدا